بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في الفيديو ده نستعرض عليكم بعض أوامر الـ CMD موجه الأوامر بعض الأوامر الهامة لأي جهاز كمبيوتر وأي نظام تشغيل عند السبعة أو تمانية أو عشرة أو حداشر لفحص واستكشاف وأصلاح أداء واستعادة وتحسين النظام بشكل عام. إصلاح مشكلة تعطل التحدثات. إزالة الملفات التالفة والغير هامة تحسين أداء النظام فحص القطاعات التالفة في الهارد وإصلاحها والمزيد من هذه الأشياء الهامة والضرورية لأي مستخدم تقدر تطبق هذه الخطوات من وقت لآخر في حال إنك شعرت بعدم استقرار في النظام أو أي مشكلات أو أي شيء غير طبيعي في جهازة. هتفتح موجه الأوامر من خلال تطبيق البحث. تكتب اختصار موجه الأوامر CMD. كليك يمين عليه وبعد ذلك تشغيل كمسؤول. يجب إنك تشغله كمسؤول. هيفتح معاك موجه الأوامر بالشكل ده. هتبتدي إنك تجيب الأمر رقم واحد. هتعود وقوبي بعد ذلك هتيجي هنا عند موجه الأوامر. وكليك يمين بيتم لصق الأمر. الأمر ده مهم جدا في إصلاح ومعالجة ملفات النظام التالفة. تصحيح أخطاء النظام. معالجة مشكلات ملفات التحديثات. إذا كانت في بعض ملفات التحديثات القديمة تسبب فشل في عملية التحديث مشاكل تأخر الإقلاع وتسريع عملية الإقلاع حزف أي ملفات غيرها ما تسبب أي مشكلات للنظام. معالجة مشكلات ملفات ال DLL الناقصة وغيره وغيره من مثل هذه الأمور. بتكتب الأمر زي ما انتم شايفين كده مسافة سلاش اسكان ناو بعد ذلك بتضغط على انتر وطبعا الخطوة دي بتستغرق بعض الوقت فطبعا هتنتظر لحين اكتمال الخطوة دي والانتهاء من عملية الفحص واستكشاف ومعالجة أي مشكلات على النظام عندك. فهننتظر انتهاء الخطوة دي ونرجع مرة أخرى مع حضرتك. وبعد انتهاء عملية الفحص هيجيب لك هنا نتائج عملية الفحص وايه الملفات اللي تم العصور عليها وايضا الأخطاء اللي تم إصلاحها. طبعا العملية دي على حسب عمر الويندوز يعني لو الويندوز بتاعك قديم هيكون فيه مشكلات وهيكون فيه أخطاء كتير جدا تم العصور عليها. بالنسبة لي الويندوز ده لسه جديد فطبعا مفيش أي مشكلات أو أي أخطاء تم العصور عليها. الأمر التاني هيكون لعمل فحص عميك أونلاين من خلال الانترنت. كل الأوامر هتكون موجودة أسفل الفيديو. هتجيب الأمر التاني. بعد ذلك كليك يمين هيتم لسك الأمر. هتضغط وطبعا الخطوة دي بتستغرق بعض الوقت فهتنتظر أيضا مش مطلوب منك أي شيء لحين انتهاء الخطوة دي. لحين ما العداد ده او الرقم ده يوصل مية في المية. وفي الأخير زي ما انتم شايفين كده لما الرقم ده بيوصل مية في المية. زر ستور اوبريشن كومبريتت سيكساسفلي. تمت عملية الاستعادة بنجاح. المفروض ان بعد الخطوة دي نعمل عادة تشغيل ولكن هنأجلها الى اخر امر لان اخر امر بيحتاج عادة تشغيل. الامر التالي لفحص واكتشاف اي مشكلات او ملفات تاليفة في النظام وايضا اي بات سيكتور او قطاعات تاليفة في الهرد. هتاخد ايضا الامر كومي بعد زي كتتوجي لمواجه الاوامر كريكي مين وهتضغط انتر. وهتنتظر عدة ثاني لحين انتهاء الامر ده. وفي الأخير بعد انتهاء عملية الفحص زي ما انتم شايفينها اجيب لك نتائج عملية الفحص. اجمال لمساحة الكورس. اجمال لملفات المفهرصة. ازا كان الهرد بتاعك عليه او لا. الملفات اللي قيد الاستخدام. ملفات السجلات وما الى زلك. الامر ده كان مجرد فقط للفحص والاستكشاف تمهيدا للامر التالي. اللي هيقوم بفحص اي ملفات تاليفة. اي ملفات غير صالحة في النظام. اي في الهرد. وهيقوم باصلحها. هتجيب الامر ايضا من صندوق الوصف. هتغضو كوبي. بعد ذلك هتتوجه الى موجه الاوامر. وهيتم لسق الامر. زي ما انتم شايفين كده ده الامر مسافة سلاش اف مسافة سي. السي دي هي رمز لكورس النظام. الكورس اللي موجود فيه النظام بتاعك. لو ان النظام بتاعك موجود على اي برتشن اخر غير السي. فهتستبدل السي دي بالحرف الخاص بالكورس اللي هو فيه النظام بتاعك. ان كان الدي او الاي او الاف او الجي. ايا كان الكورس اللي موجود فيه النظام بتاعك. بعد ذلك هتكتبه هنا مكان حرف السي ده. لو هو السي خلاص وبقى مفيش مشكلة هتعتمد حرف السي. لو هو حرف اخر هتستبدل حرف السي بالحرف الاخر ده. بعد ذلك هتضغط على انتر. هنا زي ما انتم شايفين كده بيقولك ان مش هينفع او مش هتم العملية دي في بيئة سطح المكتب. يعني ومحرك الاقراص شغال او الكمبيوتر بتاعك شغال. فيجب ان تتم العملية دي اثناء بدء التشغيل او بعد اعادة تشغيل الكمبيوتر بتاعك. فطبعا في الحالة دي لو في اي مهام مفتوح حالة الجهاز بتاعك هتقفلها لان الخطوة دي من بعدها هنعمل اعادة تشغيل. هتكتب حرف الواي بعد ذلك انتر. هيأكد عليك زي ما انتم شايفين كده عمل اعادة تشغيل بحيس ان هو يقوم بالمهمة دي. فهتقفل موجه الاوامر. بعد ذلك هتعمل اعادة تشغيل. وطبعا الجهاز هيعمل اعادة تشغيل ومش هيكون مطلوب منك اي شيء في المرحلة دي. هيتم فحص الجهاز بتاعك بشكل تلقائي واستكشاف اي مشكلات او اي اخطاء او اي باد سكتور فيه الهارد واصلاحه. وبعد الانتهاء هيتم العودة مرة اخرى بشكل تلقائي ايضا الى سطح المكتب. وفي العودة يتبقى عندنا اخر امر عبارة عن برنامج نصي. بيتم تنفيز وايضا باستخدام موجه الاوامر. عدة اوامر او عدة اكواد. ملف جاهز قابل للتنفيز. لاعادة تكوين ومعالجة حزمة التحدثات في الويندوز. تقدر تستخدمه حتى لو ما عندك مشكلة فيها التحدثات لتجديد واعادة صياغة خدمة التحدثات. رابط الحزمة البسيطة دي هيكون موجود اسفل الفيديو. حجمها تقريبا ستة كيلو بيت. ملف مضغوط هتحمل وتفكي الضغط عنه. هيكون عندك بالطريقة دي. تشغيل كمسؤول بعد ذلك كيس. مباشرة وبشكل تلقائي هو بيقوم بعملية التنفيز واعادة تكوين وصياغة خدمة التحدثات. فمش هيكون مطلوب منك اي شيء في الخطوة دي. غير بعد انتهاء عملية الفحص واستكشاف ومعالجة واعادة تكوين خدمة التحدثات. وفي الاخير هيطلب منك اعادة تشغيل لتنفيز وانهاء اعادة تعيين خدمة التحدثات. فطبعا في الخطوة دي تكون جاهز لاعادة التشغيل ويكون كل المهام المقفولة. بحيث ان عند الوصول الى الخطوة دي هتلغط على اي مفتاح من الكيبورد بشكل تلقائي هيتم عادة تشغيل للجهاز بتاعت. وبكده نكون استعرضنا عليكم اهم اكواد موجه الاوامر بفحص ومعالجة مشكلات واستعادة وتحسين النظام بشكل عام. نتمنى اننا نكون قدرنا نوصل لحضركم معلومة مهمة تنال اعجابكم. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.